كان في خبر منشور في صحيفة يديعوت أحرنوت بتكلموا فيه عن سرقة أثار مصرية وصلت إلى تل قبيل ده اللي أنا جبته هنلاقي الخبر ده في 2016 فيه واحد تاني يجايره في 2012 اللي هم قالوا فيه ان احنا وجدنا في أحد دوريات التفتيش في منطقة القدس لمحلات البزارات لقوا فيها بعض التوابيط المصرية ولما عملوا بحث وجدوا انها قادمة من الإمارات فقالوا ان دي تم تهربها اهو ده ايه بقى ده دوت دي طبعا الخبر بتاع التوابيط اللي تم اكتشافها لو جبت الصورة دية نفس التوابيط دي هتلاقي نفس اللي هو كانوا مساء التوابيط الفرعونية واحد طول الوقت لأ بيحصل أي تغيرات في التصميم في الدزاين يعني في التفاصيل لكن نفس التوابيط الفرعونية هو هو لانا اقصد هنا الموضوع انه في 2012 لما اتناشر دوت كان انه تم اكتشاف التوابيط دي هت في اسرائيل فوجود التوابيط دي في الخارج زي ما قال مفتش الاثار تقصدك انه كانت معدة ربما للتاريخ في حاجات منها تسرقت يعني احنا كانت تقريبا من بعد 2011 مع فترة المجلس العسكري كان فيه انسيابية كبيرة جدا كان فيه مفيا سرقة الاثار وانه انتقلت لكن الجديد اللي هنا جابها قالوا فيها ازاي تم سرقت قالوا تم تحميلها في شنط وتم يعني تقطيعها وعارض تركيبها مرة اخرى وده هتقدى يعني بنوع من تدمير للهيئة اللي كانت عليها وقالوا انه تم استخدام دولة ثالثة لكن هي السفرية كانت من مصر الى الامارات ويشتبع انها حققت دولة مساء لانها قلت خرجت من المطار يعني هما هو كان كابين في يدعوت احرنوت العنوان ده في 2012 تلاتة اربعة 2012 كابين ايخ يجيعوا من ميوت مستريوت لعيرها اعتقابي روشلان كيف وصلت المميوات المصرية الى القدس ده تحقيق عاملها يدعوت احرنوت والت عن طريق دبي اه لكشف خط سير كيف وصلت هذه التوابير بعد الكشف عليها من الاثار هناك اه قالوا يعملوا واحد اسمه يائير التمن كاتب فيه ان هما تمت تهربها الى دبي ثم بعد ذلك الى اسرائيل لحين فيه فيه الاراضي المحتلة بيتم تسمنها واعادة بيعها مرة اخرى الى دولة اخرى يعني بطريقة اخرى جديدة طبعا بتباين المهزلة بتاعتها المهزلة